أعدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم وقف فوري لإطلاق النار لنحو ستة أسابيع في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين ويعد هذا هو التعديل الثالث للنص الذي اقترحته الولايات المتحدة للمرة الأولى قبل أسبوعين حيث أظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتسعى الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة وقالت الولايات المتحدة أنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه كانت واشنطن قد عارضت في السابق استخدام كلمة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقد الفيتو ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار موسيقى 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 موسيقى